من القاهرة ينضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابقنا الدكتور عماد جاد دكتور عماد مرحبا بك وكذلك من القدس المحل السياسي شلومو قانور سيد شلومو أبدأ معك ويسمح لي الدكتور عماد هذه المرة سيد شلومو ما الذي تحضر له حكومة نتنياهو فيما يخص الصفقة التي على ما يبدو أن قطر أعلنت أنها تلقت معلومات وتأكيدات إيجابية من أن حماس من الممكن أن تساعد في مسألة الأسرة والرهاء السرية الرسمية قبل كوليل كولد بنا لم تتلقى بعد أي بلاغ كوطري رسمي عن فحوة ومضمون الرد الحمساوي ولذلك لا يمكن معرفة ما يتضمن هذا الرد من مضمين ولذلك الإسرائيل تنتظر الحصول على رد رسمي مكتوب أو شفوي رسمي من قطر إلى المسؤولين الإسرائيليين وعندها إسرائيل ستعرف ما هو الموقف الحمساوي موقف حماس ككل وعندها ستتخذها أيضا القرار في هذه الساعة مجلس الحرب كان منعقدة من قبل كوليل والآن بدأ الاجتماع الموسع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لمناقشة الافتراح الذي بحث أو الإطار العام الذي تم تحديده في قمة قريج هذا الأسبوع فيما يتعلق بصفقة المخطوفين والكل هنا ممكن أن نقول بأنه ينتظر الرد القطري الرسمي لكي يتم المناقشة وتحديد الموقف الحصولي دكتور عماد مرحبا بك إلى هذا الحوار الآن نستطيع القول بأن صفقة ما من الممكن أن يتم الإعلان عنها مع الحديث القطري خاصة وأن الجانب المصري حضر اجتماعات باريس المقبلة وإن كان الجواب نعم ما هو شكل هذه الصفقة؟ بصرف النظر عن شكل الصفقة ومراحلها وترتيباتها أتصور أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلم تمام ويعلم علم اليقين أن أي صفقة من هذا النوع تترتب عليها هدنة طويلة تتجاوز الشهر تعني ببساطة شديدة انهيار حكومته وربما ذهبه إلى السجن هو يعلم ذلك تماما لسيما وأن هناك من قدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا يطالب فيه بإعلان نتنياهو غير مؤهل لحكم إسرائيل إذا وافق على الصفقة فسيخرج سموت ريتشو بن جفير وتسقط الحكومة أتصور أن حتى لو حماس على استعداد لمنقشة مثل هذه الأفكار أن نتنياهو يستهلك الوقت من أجل تحقيق ما يرغب في تحقيقه وهو إما قتل قادة حماس أو ترحلهم إلى الخارج عبر صفقة معينة بحيث أنه يعلن الانتصار ويعلن تحقيق الإفراج عن الرهائن قضاء على حماس غزة لن تمثل له أي تهديد في الفترة القادمة وبالتالي دون ذلك أتصور أنه إضاعة للوقت ولو كانت هناك صفقة حقيقية لا تم مناقشة ترتيبات تتضمن حكومة التكنقراط أو غيره لإدارة القطاع مع انسحاب إسرائيلي إسرائيل لن تنسحب نتنياهو لن ينسح قواته ووزير الدفاع لن يسحب قواته من غزة دون أن تتحقق الأهداف التي كررها نتنياهو أكثر من مرة وكررها اليوم وكررها الأمس وبالتالي أنا أتعامل مع كل هذه المعلومات سواء في باريس أو قطر أو مصر في القاهرة كلها إضاعة للوقت واستهلاك للوقت من جانب نتنياهو رهانا على أنه سيحقق ما تعهد بتحقيقه وأشيرك إلى الخبر الذي حضرتك قرأته قبل قليل يتحدثون عن قتل عشرة ألاف مقاتل وإصابة عشرة ألاف مقاتل هذا هو التركيز الأساسي حفاظا على الحكومة وعلى المستقبل السياسي سأسألك عن هذه النقطة دكتور عماد ولكن سيد شلومو مسألة التعويل على الاستمرار بالحالة الحرب هذه إلى أي حد مقتنع الحكومة ومقتنع رئيسها وكذلك يستطيع أقناع الشارع الإسرائيلي الاستمرار على هذا الشكل لا شك بأن خسائر غزة وأن المدنيين في قطاع غزة دفعوا ثمنا باهضا هم الأكثر تضحية هم الأكثر موتا هم الأكثر قتلا وتشريدا ولكن كذلك الجانب الإسرائيلي لديه خسائر تستطيع حكومة نتنياهو أو على الأقل نتنياهو الاستمرار بهذا الشكل؟ لا سر أن الكوات الإسرائيلية قلصت كواتها المتواجدة في قطاع غزة إلى النصر حيث أن فرقاتين فقط تتعاملان الآن في أنحاء قطاع غزة بالمقارنة مع خمس فرق في بداية المنورة الأرضية قبل حوالي 14 لذلك لا يمكن القول بأن الكوات الإسرائيلية تتعامل بالكوة وبغذارة كما كانت تتعامل بها في بداية هذا الحرب مما يدل على أن تقلصت الأهداف الإسرائيلية وتنحصر الآن في منطقة خان يونس وانتظارا أيضا إلى البرار بالنسبة للترتيبات الأمنية والموافقات والتفاهمات التي قد تم التوصل إليها ولابد التوصل إليها مع مصر فيما يتعلق بموضوع رفح وموضوع ممر في لديلفي كل هذا هو على الطريق وأبامنا عدة أسابيع حتى تكتمل الأعمليات الجارية الآن في محيط خان يونس لذلك لا يمكن القول بأن الإسرائيل تعول على الوقت بل هي ماضية في المخطط الرئيس والتي تحقيق الأهداف وهي تفكيق القدرة الإرهابية والحكومية لحماس الإفراج عن المخطوفين 136 مخطوفا وأيضا منع حماس من أن يكون شريكا في الحكم بعد انتهاء الحرب ولا تشكل كتاء غزة مصدرا للأدوان للإسرائيل كل هذه هي الأهداف المحددة لهذه الحرب وإسرائيل لا تزال جارية لتحقيقها في الأيام والسابيع القريبة هل إسرائيل تعول على الوقت؟ أعتقد أن الجميع يعولوا الوقت ولكن هناك سباق مع الوقت وهو للإفراج وإنقراض المخطوفين 136 شخصا لأنه كل يوم يمر وبعناه هو تعريض حياتهم للقطر وبما قد يفقد الأمل لدى أسر المخطوفين وإلى الزعزاء الثقة الشعبية بحكومة نيتانياو لذلك أعتقد أن بالرغم من الوهن الأولى هناك تناقض ولكن هناك مسعى مشترك نحو تحقيق جميع هذه الأهداف ولذلك ليس هناك موضوع نيتانياو شخصيا الذي يمكن اليوم التالي لما بعد الحرب تم مناقشته كثيرا وتم الحديث عنه في بداية الحرب هدأ في منتصفها ولكن الآن يتم الحديث عنه يا سيد شلوم سكى ذلك سنناقش هذه النقطة ولكن دكتور عماد أريد أن أعرف منك عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بأن عشرة آلاف مقاتل من حماس تم قتلهم وإصابة عشرة آلاف آخرين بدأت تبحث في تفصيل الأرقام الحكومة الإسرائيلية بدأت تحاول أن تبرر بأن عدد المدنيين الذين قتلوا لم يكونوا مدنيين وبالتالي من الممكن أن تكون هناك محاسبات دولية باعتبار أن قرار المحكمة الأخير ضغط على حكومة نيتانياو مؤكد طبعا الجانب الإسرائيلي يعمل على مختلف المستويات وليس على مستوى واحد القوات الإسرائيلية تعمل على الأرض تتحدث عن خان يونس وتحدثون عن مرحلة لاحقة في رفح وتحدثون عن محور فلاديلفي كويس فهذه الخطة ماضية وسيد شلومو قرر نفس الأهداف التي ذكرها نيتانياو يعني كيف يمكن القضاء على حماس كيف يمكن ألا تصبح غزة مصدر تهديد جديد وكيف يمكن السيطرة على القطاع ومنع حماس من العودة مرة أخرى كل هذه الأمور تقتضي مواصلة الحرب وهذه مهمة القوات الإسرائيلية التي تقوم بذلك وأنا أركز على فكرة محور فلاديلفي وعلى أن يبلغ المصريين أنه إحنا مش هنهجم على رفح إلا لما ندي وقت كافي لأهل القطاع أنهم يروحوا مكان كامل هذه قصة تانية وقصة طويلة طيب هي قصة طويلة ولكن أنت أتيت عليها ولابد أن أبقى عندها قليلا كذلك القاهرة تقول لا لم نعطي الإذن في ذلك هذا الموضوع إلى أي حد بالفعل يعني القاهرة متشبثة برأيها ولا يمكن أن تصل القوات الإسرائيلية إلى هذا القطية دكتور لا بص ما أنا أقول لحضرتك أستاذ حسين المحور فلاديلفي بموجب معادة السلام المصرية الإسرائيلية عندنا سينة مقسمة لمنطقة ألف وبه وجين كويس دي داخل أراضي سينة وكل منطقة محدد لها عدد القوات والأسلحة ونوعه وغيره في منطقة دال دال دي جوه إسرائيل بطول 220 كيلو عرضها كيلو متر واحد اللي هي محور فلاديلفي اللي هو مع قطاع غزة اللي هو 14 كيلو 14 كيلو في عمق كيلو ده لا يمكن الاقتراب منه إسرائيليا وأي اقتراب لابد أو أي إعادة للترتيبات لابد أن تكون نتيجة مفاوضات ومفقة الترفيين لكن إسرائيل لو دخلت يعني محور فلاديلفي وسيطرت عليه عشان تسيطر على الحدود المصرية مع قطاع غزة ده هيبقى مخالف وانتهاك لمعادة السلام بذلك أنا أتوقع أن مصر سترفض ذلك ويمكن البحث عن صيغ أخرى لكن اللي أنا أتكلم عليه إذا كان الحديث يدور عن هذا الأمر فلماذا قالوا أننا سوف نعطي وقتا كافيا إسرائيل لا تسعى للحصول على إذن مصر للهجوم على الفلسطينيين في رفع هي ستقوم بذلك بعد أن تنتهي من خاني أونس ورئيس الشباك قيل بأنه في القاهرة اللي بحث هذا الموضوع يا دكتور عماد وهنا أسأل سيد شلومو يعني مسألة الوصول إلى الخط في لديلفي سيد شلومو تبحث عنه حكومة نتنياهو تريد إذن مصريا في ذلك حصلت على شيء ما هي معلوماتك في هذا الشأن؟ نعم بكل تأكيد الحوار المصري الإسرائيلي على أعلى المستويات الأمنية المتواصل وأخره كان يوم الاثنين هذا الأسبوع بحضور رئيس شعبة الاستقبارات ورئيس المخابرات الإسرائيلية الداخلية شباك حيث اجتمع مع قبار المسؤولين المصريين الهدف من هذا الاجتماع امتدادا للاجتماعات السابقة هو أولا الحفاظ على حرص الإعلاقات الاستراتيجية الأمنية العسكرية المشتركة للبلدين والمصلحة المشتركة للبلدين أؤكد على الكلمة المصلحة المشتركة أي لكي الحفاظ على معاهدة السلام عدم خرق أي بند من معاهدة السلام أو ملاحقها العسكرية أو تعريد لا سبح الله هذه المعاهدة لأي خطر قد يمس أمن مصر في هذا الموضوع لذلك جاءت التأكيدات الإسرائيلية الشفوية حتى الآن لضمان عدم توجيه النازحين من طرفة رفح نحو الأراضي المصرية بصر لا تكتفي بهذه التعهدات الإسرائيلية هناك مسعى إسرائيلي للحصول وتوفير الضمانات الأكيدة الكافية لهذا الموضوع هذا بالنسبة لموضوع النازحين بالنسبة وعدم توجيههم إلى الحدود المصرية أو إلى سيناء كما يدعى هذا بالنسبة لهذا الموضوع تحرك إسرائيلي في منطقة رفح بأقل من دقيقة سيد شلونو إذا سمحت لي هناك نقطة فقط أريد أن أسأل عنها وأتأكد منها من الدكتور عماد انتهى وقت الحوار ولكن دكتور عماد رئيس الشباك بحث هذه النقطة مع المسؤولين المصريين للإستخباراتيين في الزيارة الأخيرة يعني لا أعتقد ذلك لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الجزء التفصيلي لأن القاهرة حتى اللحظة التي نتحدث فيها تشعر بقلق شديد من دفع سكان غزة من خان يونس إلى رفح ثم الضغط عليهم فلا يكون أمامهم من مفار سوى دخول الأراضي المصرية وهذه ليست إدعاءات هذه الحديث تكررت على لسان عدد كبير من قادة الحكومة الإسرائيلية شكرا جزيلا من القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد ومن القدس المحلس ياسي إشلومو